ملغومتين قرب جامعة الاتحاد القوات استطاعت أيضا السيطرة على أكثر من عشر قرى ومزارع ليرتفع إلى نحو تسعين عدد القرى والمزارع التي تمت سيطرتها عليها منذ الحادي والثلاثين من مايو الماضي مصادر ميدانية تقول إن قوات سوريا الديمقراطية لن تشن هجوما على منبج لتحريرها على الفور خوفا على حياة المدنيين داخلها والذين تقدر أعدادهم بنحو ستين ألف شخص منبج متاخمة للحدود السورية التركية وإحكام الحصار حولها يعني عزل ما تسمى دولة الخلافة التي أعلنها التنظيم الإرهابي عن العالم بشكل تام أعلنت حكومة الوفاق الليبية اليوم أنها استعادت ميناء سرط وأحياء سكنية تقع في شرق المدينة بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي قتل فيها أحد عشر من عناصرها ومن جهة أخرى لقي أحد عشر عنصرا من قوات عمليات البنيان المرصوص التابعة للمجلس الرئاسي الليبي لقوا مصرعهم وأصيب 35 آخرون جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي بمدينة سرط بعد نحو شهر من انتلاق عمليات البنيان المرصوص في مايو الماضي أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية يوم الجمعة سيطرتها على ميناء السرط وأحياء سكنية تقع في شرق المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش الإرهابي ما أسفر عن مقتل أحد عشر شخصا من عناصرها محققة مزيدا من الانتصارات في معقل التنظيم في ليبيا في غضون ذلك نجحت القوات الحكومية أيضا في طرد عناصر التنظيم المتطرف من منطقة السواوة التي تضم مجموعة من الأحياء السكنية في شرق السرط بعدما حققت تقدما سريعا على الأرض في الأيام الماضية وبات تنظيم داعش محاصرا في منطقة لا تتعدى مساحتها الخمسة كيلومترات المربعة تمتد بين وسط السرط وشمالها وتقدمت القوات المؤلفة أساسا من مقتلين من مدينة مسراط الأسبوع الماضي لأطراف قلب مدينة السرط بعد شرنها هجوما مضادا ضد تنظيم داعش شهر الماضي وإكباره على التراجع على امتداد طريق الساحلي بين المدينتين وتعد هذه القوات جزءا من عمليات تدعمها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي واصلت إلى ترابلس في مارس وتعمل بشكل تدريجي لتوطيد سلطتها وتعتبر القوى الغربية حكومة الوفاق الوطني أفضل خيار في محاولة لتوحيد الجماعات السياسية والفصائل المسلحة الليبية ضد تنظيم داعش الإرهابي من أجل إعادة بعض الاستقرار إلى ليبيا وتشكل خسارة مدينة السرط نكسة كبيرة للتنظيم المتطرف الذي بدأ في التوسع في ليبيا منذ عام 2014 مع تفاقم الاضطرابات السياسية والصراع في البلاد وسيطر التنظيم بشكل كامل على السرط العام الماضي ولكنه وجد صعوبة في الاحتفاظ بأراضي أو كسب تأييد في مناطق أخرى بليبيا نتحول إلى الملف العراقية حيث انطلقت عملية عسكرية من المحور الغربي للفلوجة لاستعادة السيطرة على منطقتين الفلاحات والصبيحات ومن ناحية أخرى أحجم المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش أحجم عن تأكيد تقارير إعلامية عن إصابة دعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في أحد الغارات الجوية شمالي العراق مع تصاعد وسيرة المعارك بين القوات العراقية وتنظيم داعش في الفلوجة وأطراف الموصل أحجم مسؤولون أمريكيون وعراقيون عن تأكيد تقارير عن إصابة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في غارات بشمال العراق المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولية صرح أنه لا يوجد سبب يدعو للاعتقاد أن أبو بكر البغدادي ليس حيا مشيرا إلى أنها مسألة وقت بالنسبة له وأكد أيضا أن داعش أصبح غير قادر على الاستلاء على مزيد من الأراضي منذ العام الماضي مشيرا إلى أن التنظيم فقد نحو 50% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق ولم يعد قادرا على الوصول للمناطق الحدودية مع تركيا كما تم طرد عناصره من مدن مثل تكريت والرمادي والرطبة في حين تم قطع عليه الطرق الموصلة بين مدينتي الموصل العراقية والرقة في سوريا وقد أعلن المسؤول الأمريكي تقليص عدد العناصر الأجنبية العاملة في صفوف تنظيم داعش الإرهابي بالتزامن مع نجاح الحملة ضده في تقليص موارده حيث جرى قطع كافة موارده المالية من الخارج ما دفع التنظيم لتخفيض رواتب عناصره تزامنا قال قائد العملية العسكرية في الفلوجان القوات العراقية أصبحت على مسافة ثلاثة كيلو مترات عن مركز المدينة والتي تعد أحد أبرز معاقل داعش بالعراق مشيرا إلى أن عملية استعادة السيطرة على المدينة تسير بشكل صحيح بدوره أشر وزير الداخلية العراقي إلى أن استراتيجية تنظيم داعش الإرهابي في هذه المرحلة تركز على إجغال الأجهزة الأمنية في أكثر من اتجاه ومحاولة تشتيت الجهد الأمني والعسكرية لتخفيف الضغط الكبير الذي تمارس القوات المسلحة في الفلوجة ذكرت خلية الأعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة أن مسلحي تنظيم داعش الإرهابية أطلقوا النار على عشرات المدنيين من سكان مدينة الفلوجة بالأنبار خلال محاولاتهم الفرار من منطقة تخاطع السلام غرب المدينة مما تسبب في مقتل وأسابة العشرات من النازحين كانت منصقة البعثة الدولية للشؤون الإنسانية ليس جراندي قد أكدت أن عشرات الألاف من المدنيين العراقيين في الفلوجة لم يتبكنوا من الوصول إلى مناطق آمنة مشددة على أن حماية المدنيين أولوية قصوى بنسبة للأمم المتحدة والتي تشعر بالقلق حيال العالقين في الفلوجة يذكر أن تنظيم داعش يكبر الأسر على التجمع في وسط الفلوجة ولا يسمح لهم بمغادرتها فضلا عن استخدامهم كدروع بشرية للمزيد من المتابعة ينتم إلينا عبر الهتف من العاصمة العراقية بغداد مراسلينيل تحسين طهى تحسين تحياتي أبرز ما يمكن أن ترصدوا عن الوضع الإنساني والميداني في الفلوجة أهلا بك زميلي وأهلا بمشاهدين الكرام حقيقة أنت القوات الأمنية العراقية أعلنت عن السيطرة على منطقة الصباحات ومنطقة الفلاحات هاتين المنطقتين التي تقع في الجزء الغربي لفضاء الفلوجة تم سيطرة عليها بشكل كامل من قبل القوات الأمنية العراقية ومن معها من جسد سالدة كالحجد العشار الذي يلعبده كبير في العمليات في هذه الأيام وأيضا هناك تقدم باتجاه المركز مستمر منذ أيام حتى هناك ثانية للدخول إلى المركز من الجهة الجنوبية الشرطية تحديد ومع القاصر الأضعف كما يقول القادة والخبراء المتواجدين في صحة العمليات هناك تقدم لكن هو تقدم بطيء بشكل عام بما يقص الجانب الإنساني أغلب المنظمات الإنسانية وأيضا الدولية تؤكد أن هناك وضع الثاني صعب جدا وهو وضع حال هناك ما يقارب 50 ألف مدامين ما زالوا عارفون في المدينة وهم بحالة صعبة جدا ليس هناك غفرة بالبداء ولا في الدواء وليس هناك مئنان من أن يكونوا سالمين من عمليات القتل الجماعي أو دروع البشرية كما يستثم حفظهم في بعض الأماكن وبالتالي فأن حتى محاولات غروبهم بس صعبة جدا كون داعش وجه عناصره باستهداف كل من يحاول الهرب من المدينة وبالتالي المدنيين حتى الذي التوصر لديه فرصة في الهرب باته يعني يفكر بعملية مكانية القالق عليه أو قتله من قبل المدعش الإرهابية وبالتالي أن الوضع الإنساني لا يحسب عليه على رغم من توفير بعض الأماكن والملائبات الأمنة والمخيمات لكن هذه جميعها خارج المدينة وليست بالقرب من المدينة بالتالي فأن القوات الأمنية أن حضر دائما مصنوب منها في عملية التخدم هذا ما جعلها تقفى كثيرا في عملية التخدم من المحاور الأربعة للمدينة أنفلوجة كون همالك مدنيين كثر ما زالوا عالقين في المدينة من الضغوط من الضغوط حتى يوم أمس كان هنا في شهود أعيام يعتبت هنا الهرب وهم موجودون في عمرية البلوجة في المجنة التخدمي الموافظ قالوا بأنهم قائضوا المواصلين في عملية إعطاء الجذاء هم يقولون نحن نعطيهم المواد الزذائية مقابل فجني سورة من شكرا جدا هذه المقايضة شكرا جدا زميل تحسين طاه مراسل النيل من العاصمة العراقية بغداد شكرا جزيلا كشف المبعوث الخاص لأمم المتحدة لدى اليمن سماعيل والشيخ أحمد كشف عن تسلمه تعهدات من الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام والمنعقدة حاليا في الكويت بمواصلة العمل في شهر رمضان من أجل التواصل لحل سلمي ومستدام في اليمن في غضون ذلك يواصل ميليشيا الحوثي شن هجمات على مواقع قوات الجيش والمقاومة الموالية للشرعية في جبهات القتال بمدينة تعز جنوب غرب البلاد مما أصفر عن مقتل ثلاثة جنود ومدني وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح مناقشات ساخنة عصفت بطاولة المفاوضات المباشرة التي جرت بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في الكويت بددت معها أي أمل في الوصول إلى اتفاق لحل الأزمة اليمنية الاجتماع الثنائي المصغر والمباشر في محادثات السلام اليمنية بحضور المبعوث الأممي الخاص لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد شهد سجالا قوي حول ملف المعتقلين والأسرة فضلا عن استمرار تعرض مدينة تعز للقصف العشوائي من قبل الميليشيات الحوثية وارتكاب مجازر بحق المدنيين فيها المفاوضات تطرقت إلى أولوية الإجراءات العسكرية والأمنية وانسحاب الميليشيات وتسليم السلاح قبل التطرق للحل السياسي الوفد الحكومي من جانبه جدد تمسكه بأولوية انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح وإخلاء مؤسسات الدولة من الحوثيين وإنهاء كل مظاهر الانقلاب وذلك قبل الاتفاق على أي تشكيل حكومي المبعوث الأممي بدوره كشف عن تسلمه تعهدات من الأطراف اليمنية المشاركة في مشاورات السلام بمواصلة العمل الدؤوب في شهر رمضان المبارك من أجل التوصل إلى حل سلمي ومستدام في اليمن وبرغم التعهدات التي قطعها الحوثيون إلا أنها هاجمت معسكر اللواء 35 بالمطار القديم ومنطقة الدباب غرب المدينة ووادي الزنوك في الشمال لاستعادة ما خسروا خلال أيام الماضية لكن القوات الشرعية صدت الهجمات وكبدت الميليشيات خسائر كبيرة الأمم المتحدة أكدت أنه بالرغم من وجود بعض التباين في وجهة النظر إلا أن هناك إجماع على مواضيع محورية فيما لا يزال تزمين القطوات العملية وترتيبها قيد التفاوض لازالت المفاوضات المباشرة والتي لم تبدي أي بارقة أمل تتعثر مثل ما حدث لمرات عديدة بسبب القصف والقنس العشوائي المتواصل لميليشيات الحوثيين المسلحة على مدينة تعز والتي أصبرت عن مقتل أكثر من ستين مدنيا وإصابة ثمانمائة وثمانية آخرين وذلك بحسب ما أفد اتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز بانوراماني لتزال متواصلة معكم وفيها بعد أخبار الاقتصاد قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزل فلسطيني بمدينة الخليل بزعم تورطه في دهز مستوطنة إسرائيلية قبل أشهر اشتركوا في القناة